النهاردة كان فيه مباراة في تصريفات كهس الهومة الأفريقية بين المنتخب التنزاني والمنتخب النيجر وحصل موقف نادر الحدوث نادر الحدوث كان اللي بيديني المباراة حكمنا الدولي كابتن محمد عادل وحصل موقف غريب شويتين مش عارف حتى قانونيته ايه بس يعني ايه هو حصل يعني حصل الكابتن محمد عادل الشباب او الاطفال اللي بترمي الكرات مناموا كورة او اتنين او تلاتة فاللعب تعطل فكابتن محمد عادل اتعصب وشاف ان دي بخلفة كبيرة جدا واللعبة بتعترض فكابتن محمد عادل راح طردهم راح طرد او طرد احدهم يعني طردوا جاء السرعة امام حضراتكم ايه بيقولوا طلع برا ولسه متعصم وخد الكورة رحطاها على ارض الملعب عشان محدش يجعلهم تاني يعني الكورة تطلع حد يروح ياخدها وخلاص من اللاعبين وطرد التلاتة اللي كانوا واقفين ورا عشان بيحدفوا الكورة اثناء اللاعب مواقف غريب عمتا في الكورة يعني انا اول مرة شوفوا ان الحكم بيروح يطرد الناس اللي بترمي الكرات وان كنت يعني عجبني برضو انه في بعض الشباب دول بيتعطاوا اللاعب او بيعملوا مشكلة كبيرة فهو بس اللقطة غريبة شويتين فهي بيتعطيبها لحضراتكم عشان تشوفوها اشتركوا في القناة سيديش شكرا لكم ليش في القناة